قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية من نائب سابق ومالك قناة وصحيفة فاستمرت التداعيات إلى اليوم أشارع الكويتي منقسم فريق معارض يرى القرار ورقة ضغط حكومية لتغيير قواعد اللعبة السياسية وفريق مؤيد يعتبرها صدمة قد تجلب الهدوء المفقود منذ سنوات المسحوبة جنسياتهم ترى الحكومة أنهم يحملون جنسية أخرى لكن تصريحا رسميا لم يظهر حتى الآن القرار فور صدوره طراح تساؤلا عن مصير هؤلاء داخل الكويت هل يبقون فيها أم يغادرونها طالما أن القانون يجيز إبعاد عديمي الجنسية هذا القرار مفعول به ويطبق على العطل الواقع الآن يعتبر من تم مساحة جنسية من فئة عديمي الجنسية إذا لم يكن لهم أي جنسية أخرى عبدالله البرغش الذي كان نائبا في برلمان عام 2008 والبرلمان المبطل عام 2012 حاصل على الجنسية بصفة أصلية واستند قرار الحكومة في سحبها إلى المادة 21 من قانون الجنسية بعد تقديم والده معلومات غير صحيحة أما أحمد الجبر الذي أوقفت وزارة الإعلام قناته الفضائية وصحيفته بعد فقدان ترخيص الممنوح له فقد اكتسبها بالتجنس واستند قرار السحب إلى المادة الثالثة عشر من قانون الجنسية وسحبت منه للمصلحة العامة المتجنس لا يحق له النظر أو اللجوء إلى القضاء باعتبار أنه عمل من عمال السيادة الحكومة ترى أن خطواتها وافقت صحيح القانون وتهدف منها لإعادة هيبة القانون وتطبيقه ما قد ينعكس في الحد من تحركات المعارضة خاصة أن بعض ناشطيها استحقوا الجنسية الكويتية عن طريق التجنس بينما المعارضة تقول أنه تصعيد يدخل البلاد في نافق مظلم جديد نعتقد بأن ما تم تسريبه وما تم نزره هو جسل الشارع وأعتقد أن الشارع يقلي في هذا الاتجاه ولا أعتقد بأن الشارع يمكن أن يسكت عن هذه العملية لأن الجميع يشعر بأن هذه السياسة قد تكون عليه في المستقبل تحركات الوجهاء في القبيلتين المنتمي لهم البرغش والشمر لإيجاد حل بالتواصل مع القيادة السياسية لكن مصادر حكومية تؤكد أن إمعان النظر في ملفات الجنسية وتطبيق القانون مستمر وقد تكون الأيام المقبلة حبلة بالمزيد من الأسماء اللامعة إعلاميا وسياسيا في البلاد عاد العيدان العربية الكويت ترجمة نانسي قنقر